السلام عليكم ورحمة الله فيديو اليوم هو هدية قيمة لكل حامل الإيميل الجامعين النهاردة ممكن تستفاد باشتراكات وخدمات تتعدى قيمتها الـ 2000$ يعني لو محتاج دورة متميزة وبشهادات معتمدة هتلاقي لو عايز اشتراكات في مواقع مميزة هتلاقي لو محتاج كرصات في البرمجة ونفسك تاخدها هتقدر تحصل عليها ومجانا طب لو عايز تعمل تصميمات مزهلة أو تحمل فيديوهات متميزة مجانا برضو هتلاقي في الفيديو عايز يكون لك موقع إلكتروني باسمك أو تحصل على دومين أو أكثر مجانا لمدة عام كامل مجانا هتقدر تحصل عليه إن شاء الله كل اللي عليك تفكر وتحدد عايز إيه وموقع GitHub Student Package هيحققه لك ويوفره لك في أكثر حقيبة إلكترونية متميزة مليئة بالخدمات والمواقع والبرامج والاشتراكات المتميزة اللي كان نفسك تحصل عليها وكانت بممالغ كبيرة دلوقتي هتقدر تحصل عليها مجانا تماما إزاي هتعرفت كل ده في فيديو اليوم فابقوا معنا لآخر الفيديو أهلا بكم أنا دكتورة مونة سمير تعالوا نتعرف على أكثر على خدمات GitHub Student Package كل اللي عليك أنا حضرتك هتدخل على جوجل وتكتب بس GitHub Student Package على جوجل وتفتح أول موقع يلا بنا نشوف الحقيبة اللي بتقدمها GitHub Student Package هنا بيوضح لك انه انت تقدر تكون ويب ديفولوبر او محتاج تشتغل virtual events تقدر يوفر لك كافة الخدمات تعالوا نشوف ازاي هنا الall offers مقسمها لك يعني لو حضرتك محتاج كل المواقع والخدمات تحت title معينة او عنوان معين تقدر تحصل عليها مجرد الضغط عليها وتحصل تعالوا كده نشوف فكرة عامة أول موقع Canva موقع Canva العملاق اللي تكلمت عنه قبل كده هو موقع مليان بتصاميم وفيديوهات وتقدر تقدم عروض تقدمية فيديوهات على اليوتيوب على الانستجرام على الفيسبوك حاجات مزهلة هنتكلم عنها بالتفصيل هيديك 12 مونط مجانا يعني سنة كاملة مجانا لCanva Pro اللي بتتعدى الاشتراك الشهر الواحد فقط لم 100 دولار فانت هتقدر تحصل على عام كامل مجانا كمان انت لو مهتم بتصميم المواقع الخاصة بك أكثر دومينات على مستوى العالم قوة بتديلك دومين مجاني بتقدر تديلك مساحة تخزينية أكثر من إيميل وبتديلك بنيفتس رائع بتقدر تحصل عليها مجانا تماما لمدة عام دي فرصة رائعة لكل اللي محتاجي يقدر يتمرم في مواقع متميزة قوية مش ضعيفة بتقدر تحصل عليها في name shape هتقدر تحصل عليها كمان في name.com تقدر تحصل عليها كمان في البوتستراب ستوديو تقدر تصمم موقع متميز خاص لك وتحصل على كل المزايا كمان تقدر تاخد خدمات سحبية على Microsoft Azure وأنا اتكلمت عنه في فيديو تفصيلي كمان هتاخد credit 100 دولار مجانا تقدر تاخد بهم كرصات وحاجات وبرامج مدفوعة في الموقع عندك كمان موقع جيت برينز العملاق اللي تقدر تاخد فيه دورات لأكتر برامج البرمجة المتميزة دي باسيون وCSS وغيرها من برامج المتميزة في البرمجة اللي محتاجها وكان نفسك فيها بمقابل هتبقى مجانا وكمان في مواقع اللي تقدر تحصل عليه على كرصات مختلفة زي الـ Educative هتقدر تحصل على 60 كرص مجانا ده غير موقع جيت هاب بيجز وجيت هاب اللي مفيش حد في الـ IT أو في كليات الهندسة ما يعرفش الموقعين دول وما بيستعملهمش كمان تقدر تحصل على دومين تك وده طبعا من المدمونات القوية جدا في خدمات رائعة كتيرة بيقدمها لك جيت هاب ستيوتين باكتر دي مجموعة من الـ ICONS المتميزة يكفي ان انا اقول لك ان اكثر مصممين البرمجة شهرة في العالم وكمان شركة ديزني اللي بتقدم الافلام الكارتون بتعتمد اساسا على الموقع ده في الـ ICONS اللي بتحصل عليها تقدر تحصل على الاكتر من 60 ICONS كل شهر لمدة عام مجانا من الـ ICONS المميزة اللي هي بتكون بمقابل كمان موقع وانماث انصحك بشدة للمهتمين بالبرمجة ان هما يدخلوا فيه ويشتركوا فيه يقدر يحصلوا على كرصات وازاي يقدر يستفاد ويتعلم كرصات البرمجة زي جافا وباثرون كلها في خلال 30 يوم فقط ايوة 30 يوم تقدر تحصل على كرص وتكون جيد وعندك المهارة فيه والاشتراك لمدة شهر طبعا فيه خدمات كتيرة جدا لو فضلت اقولك واتكلم عنها وعن مميزاتها الرهيبة مش هنخلص الفيديو فاتمنى ان حضرتك تاخد جولة فيها وتتعرف عليها وتشوف ايه المفيد لها فتتعدى قيمتها الـ 2000 و 3000 دولار ده غير الاشتراك المتميز كل اللي بيعملوا الموقع ان هو زي وسيلة مرور او بطاقة تعرفية لكل المواقع دي بيقدم لك فيها شراكة وخدمات ليها بتقدر تحصل عليها عن طريق التسجيل في الموقع ده هنعرف ازاي نسجل في المواقع المختلفة دي ونحصل على المزايا الرائعة زي ما احنا شايفين ان الخدمة موجودة لكن حتى الان مش مبين ازاي ان انا احصل عليها او اشترك فيها طبعا دلوقتي اظن انكم كلكم متحمسين ازاي نشترك في المواقع دي كلها ونحصل على الخدمات الاكتر من رائعة فيها فورا تعالوا نعرف الطريقة الصحية ازاي بالتفصيل بس قبل ما اكمل الفيديو والطريقة اتمنى الدعم بالاشتراك في القناة ونشر الفيديو ليعمل فائدة للجميع لاني بصراحة بتعب جدا في تجهيز الفيديو ومعرفة الطريقة الصحيحة للاشتراك لانك لو بحثت على النت على الطرق المختلفة الصحيحة للاشتراك في المواقع اللي انا بقدمها واتبعت الطريقة بتاعتها هتلاقي دايما خطوة او اكتر مش بتكمل معاك وبتوقف لك الاشتراك فانا بحاول اجيب لك قدر المستطاع الطريقة الصحيحة تماما واقول لك كل المشاكل اللي بتقابلك ازاي تقدر تتغلب عليها فاتمنى اللايك وشير ويلا بينا بسم الله نبدأ الخطوات خطوات التسجيل اولا لازم تكون متفتح متصفح دوفيل وتكتب get up student واتفتح اول لك هايزهر قدامك هيدخلك على الصفحة الرئيسية للموقع هتختار sign up for student development وبعدين عندك حاجة من اثنين لو حضرتك student او حضرتك اي عضو هيئة تدريسة ولو student هتختار get student benefits لو تيتشر هتختار get teacher قبل ما اندخل هنا لازم اعمل create account اعمل account على اي تعب هيبدأ يفتح الموقع وعشان ادخل بينات الاسية هايطلب الايميل حضرتك تتأكد انك بيدخل الايميلك الاكاديمي او الجامعي وهتدخل password وهتدخل ال name name بتاعك او الاسم اللي حضرتك عاوز تحبه وطبعا لازم زي ما احنا متعودين في كل الاشتراكات في الموقع المختلفة تكون فاتح ال outlook او الايميل الخاص بالايميل الاكاديمي انا هبدأ اعمل البيانات سريعا واكمل يبقى انا كده اكتبت الايميل الجامعي وبعمل create password خاص بيك للاكاونتب اللي بتعمله على ال gethub واختار continue وبعد كده enter username الاسم اللي حضرتك عاوز تدخل بيه طبعا ساعد بيكون الاسم متكرر وما غير مقبول بيصهر لك مثلا is unavailable اول ما يتوافق على الاسم هتختار continue وبعد كده هيقول لك تحب تقبل any products او اشعارات تجي لك انا انصحك بلاش عشان هتلاقي الايميل بتاعك مليان باشارات كتير فانا هختار in no واختار continue بعد كده هيتلم مني احل بازل بيقولك spiral galaxy هتختار الشكل ال spiral او الحرزوني اختاره مرتين اوكي تشيك وبعد كده هختار create account انا كده انشكت اكاونت ليه متبقي انه هيبعت لي كود خاص بيه على ال outlook يبقى انا لازم اروح ال outlook وافتحه واجيبي الكود ده وارجع حطه في الموقع هنا فعلا فورا ادي ال outlook بعت لي الكود الخاص بيه هاختب copy واروح على الموقع واعمل بست control v وتم بنجاح الاشتراك في موقع gethub student package انا كده حطيت البيانات الرأسية بتاعتي متبقي حاجة بسيطة اولا تأكيديا لحضرتك عشان تبقى متأكدة ان البيانات والاشتراك صحيح حضرتك هتروح هنا من عند ال profile وتختار settings ثم هتختار الايميل احنا عاوزين نتأكد ان الايميل ال primary او الاساسي هو الايميل الاكاديمي لان لو ايميل تاني مش هيكون صحيح حضرتك هتختار ايميل هتلاقي هنا في مكتوب primary حضرتك هتتأكد ان مكتوب صاد ال primary الايميل الاكاديمي بتاعك تعالوا بقى نرجع للموقع من تاني gethub عشان نبدأ ناخد الاشتراكات والخدمات اختار sign for student تاني كده انا دخلت بالaccount بتاعي اللي اشتركت بيه بالaccount بديد بايميل الجامعي في الموقع هو فعلا بقى اول ما بدخل عشان اخد ال benefits والاشتراكات هلاقي فعلا هو بيقول لي فعلا احنا تعرفنا على الايميل الاكاديمي او بياني ان انا في الكزاندريا يونيفورستي وهيظهر اسم الجامعة او الهاي اللي حضرتك مشترك فيها بس هيطلب منك شوية بيانات تأكيدية بسيطة عشان يكمل الاشتراكات وتقدر تحصل على الخدمات كلها تعالوا نعرفها ازاي وهي دي تركات اللي معظم الناس مش بتقدر تكملها صح هيبدأ يصهر يقول لي طب حضرتك how do you plan to use github عاوز الموقع ده ليه هتقول for my project for my study for my classes اي حاجة هتكتبها هتكون مقبولة ونختار continue فاضل اخر خطوة وهو بيطلب منك upload للproof اثبات لل id بتاعك اثبات ان حضرتك فعلا منتمي الهيئة اكاديمية لو حضرتك طالب هتصور ال id بتاعك على الواجهين لو حضرتك عضو هيئة تدريس هتصور صورة البطاقة على الواجهين وتحملها في ملف bdf وترفعها انا فعلا كنت مجهزة ملف بالبطاقة فهعمل upload an image او الصورة اللي انا خدتها وعملتها للبطاقة الشخصية بتاعتي وهفتحها هتبدأ تحمل تم التحميل بنجاح بيشكرني على التحميل كده انا الحمد اللي خلاص process my application انا اتميت الخطوات النهائية ثم اختار continue anyway thank you for submitting اخيرا هو كده انا اكملت الاشتراك تماما وبيقول لي متبقي حوالي ثلاث ايام عشان يتأكد من البيانات الصحيحة بتاعتك والحاجات اللي بعدتها يعني خلال ثلاث ايام اقدر افتح المواقع المختلفة وال package اللي هو بيقدمها لي واختار الخدمات اللي انا محتاجها واشترك فيها طيب انا حبيت اجرب كده بعد حوالي خمس دقايق ادخل في الموقع تاني واشوف يا ترى الخدمات اتفعلت اخترت تاني sign up انا دخلة بالaccount بتاعي والحمد لله المواقع زي ما احنا شايفين اتفعلت وبدأ يظهر اللون الازرق للكلام في المواقع المختلفة يبقى انا فعلا مش محتاجة ثلاث ايام وساعات ممكن يظهر لك 15 يوم مش محتاجة الحمد لله اتفعلت فورا الخدمات لان البيانات اللي بعتها كلها صحيحة بالايميل والبطاقة اقدر اشترك فورا في الخدمات المختلفة تعالوا يلا بينا نشوف الاشتراك في اول خدمة خدمة موقع canva نفس الحكاية احنا بنقول ان الموقع بيعمل شركة او زي التواصل ما بين الموقع المختلفة اول ما بختار canva بيحاولنا على صفحة الرئيسية اللي بيقولي دلوقتي تقدر تستمتع بالاشتراك في canva برو اللي هو المدفوع تقدر تشترك في الموقع ويوفر لك حوالي تقدر تاخدهم من غير ما تدفع حاجة حضرتك لو ليك على canva هيربط الموجود بالايميل الجماعة وتقدر تاخد كل الخدمات اللي كانت بمقابل مجانا لو ما فيش لحضرتك على canva هتقدر تدخل عليه فورا تعلم شوف ازاي تختار sign in with email حضرتك هتدخل ايميلك والاسم والاميل والباسورد هتختار get started وهيدخلك على الموقع كده حضرتك عملت كرية الاكاونط طبعا موقع canva عملاك فيه بيقدم خدمات كتيرة جدا وتقدر حضرتك كمان تحوله للغة العربية وتعالي نشوف الخدمات المختلفة مثلا لو حضرتك بتحب تكون تصميمات لمقاطع فيديو وشعارات لو عروض تقديمية متحركة او سبتة لو السوشيال ميديا من الاستجرام والفيسبوك والمنشورات المختلفة او تقدر تكون مقاطع فيديو ورسائل فيديو تقدر تاخد نشرات اعلانية واعلانات والكافر للكتاب لو حضرتك للكتاب تقدر تعمل خلفيات لسطح المكتاب تقدر تعمل شهادات تقدير تقدر تعمل CV متميز ومحترف كل الحاجات دي مجانا باوالب جهزة اكتر من مليون قالب جاهز للتصميم حضرتك مجرد تقدر تعدل فيه او تاخده زي ما هو تعالوا نرجع تاني الموقع جيتهاب وتعالوا نشوف الخدمات الاخرى بعد ما اشتركنا في خدمة موقع كانفا نيمشيب ده دومين تقدر تحصل عليه يعني ايه دومين تقدر تحصل عليه زي مثلا اي موقع دوت كوم هو نيم تقدر تحصل على موقع عليك دوت نيم تعالوا نشوف ازاي مجرد ما هتدوس عليه وهتختار حضرتك اصرائز نيمشيب دلوقتي هيقدم لك دومين فري مجانا دوت امي ايه اختار الاسم اللي حضرتك عاوزه مثلا انا هختار اسم القناة هيبا سامير وهشوف هي ترى متاح ولا لأ هيبا سامير وهختار فاين ده هشوف الاسم ده متاح اول ما اختار فاين ده هيقول لي الاختيارات المتاحة يعني ايه؟ هو دلوقتي بيقول لي هيبا سامير دوت مي ده فري مجانا لكن بيقدم لي كمان مقترحات اخرى متميزة زي هيبا سامير دوت تاك وهيبا سامير دوت كوم لكن بدل السعر الاساسي بتاعها مثلا عشرة دولار هيخفضها لي مثلا هيبا سامير دوت تاك لـ 48 سنت هيبا سامير دوت كوم بدل عشرة دولار لـ 8 دولار ومجرد ما اختار على اد يبقى انا اضافت لنفسي موقع ودومين مجاني لي مجانا او لو عاوز اغيروه اقدر احصل عليه بسعر مخفض وطبعا دي ميزة متميزة جدا لأي حد عاوز يبدأ يصمم موقع خاص بي بشكل احترافي غير المواقع المجانية العادية اللي بتكون بسيطة وبدائية لا تقدر تاخد عام كامل مجانا في اكبر المواقع واهمها واهم الدومينات على مستوى العالم منها نيمشي دومين تعالوا نشوف الاشتراك في مواقع مختلفة زي جيد برينز جيد برينز زي ما قلنا انه هو بيقدم برامج في البرمجة متميزة وكورسات معتمدة ومجانية تماما تقدر حضرتك مجرد تاخدها فري تماما او ما تختار أبلاين نفس الحكاية حضرتك هتكمل البيانات بمنتهى البساطة حضرتك ستيودينت ولا تيتشر واتدخل الاميل الاكاديمي بتاعك والاسم والبلد وهتقدر تشترك فورا وتحصل على البرامج المتميز بمنتهى السهولة نشوف بقية الخدمات مع ايكبرسوفت ايجور احنا اتكلمنا عنه في فيديو سابق هيسهر لك دلوقتي ازاي الاشتراك فيه والخدمات المتميزة عليه اش هتكلم عنه دلوقتي اتكلمنا عليه في فيديو سابق موقع اديكريتف تقدر تحصل على ست شهور مجانا من الكورسات والبرامج المميزة بتحصل على ست شهور او ما تختار كليم اوفر تحصل على منتجات وكورسات تتعدى قيمتها الالفين دولار لمدة ست شهور تقدر تحصل منهم على اكتر من ستين كورس تعليمي متميز جدا حضرتك تقدر تتصفح فيه وبيدي لك معرفة لانواع الكورسات او ما تختار فيريفاي ستيودينت هتقدر تدخل وتشترك فيه الموقع بمنتهى البساطة نفس الفكرة name.com زي ما اخدنا بالزبط name shape.com نفس الحكاية هتقدر لو تعمل login with get hub بيعمل الارتباط بالموقع هتدخل بنفس الطريقة اللي دخلنا فيها وهتكتب اسم الايميل او اسم الموقع اللي حضرتك عاوز الدومين اللي تحصل عليه تعالوا نجرب كده برضو هكتب هبا اسم القناة هبا سامير ودوس انتر هو اداني الاقتراحات المجانية هبا سامير.life هبا سامير.rocks حاجات كثيرة جدا من الاسام الموقع اقدر اختار منها كلها هبا سامير.games يعني حضرتك عاوز تعمل موقع للالعاب كلها مجانية وطبعا name.com من اكتر الدومينات المتميزة على مستوى العالم يعني ده دومين محترف نفس الحكاية .tech ده دومين قوي بيديك 100 ميجا بايب فري one month.one month ده زي ما اتكلمنا عنه بيديك كورسات متميزة في البرمجة لمدة شهر هو بيقسم لك الكورس لمدة شهر بحيث انك تقدر تحضر السيشنز والاختبارات وتخلصه وتكون محترف فيه لمدة شهر بمنتهى البساطة وتاخدها مجانا تماما. لو رجعنا تاني طبعا زي ما اتكلمنا على icons count تقدر تاخد 60 ايكون شهريا لمدة عام من الايكونز المدفوعة غير الايكونز المجانية. طبعا الموقع مليان بالخدمات والمواقع المتميزة حضرتك ادخل فيها وتوسعوا فيها وتفرجوا على كل موقع بيقدم خدمات ايه اللي محتاجه وتقدروا تشوفوا كل الخدمات المتميزة فيها وتشوف اللي محتاجه وتقدر تستخدمه وتشترك فيه طبعا مجانا تماما على حسب كل موقع بيقدم الهدايا المتميزة ليه. احنا شايفين موقع كتير جدا جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه وتشتركوا فورا في الخدمات المتميزة لجيت هاب ستودينت باك زي موقع زي جيت هاب بيجيز وجيت هاب اللي تقدر تستفدت مياه لا يمكن تكون انت خريك هندسة او ايتي وما اشتركتش فيها تقدر تساعد بيها نفسك تساعد بيها اي حد من معارفك تتديلو الايميل الجامعة عشان يستفاد بالخدمات المتميزة ياريت ننشر الفيديو بين زميلنا واصدقائنا وما ننساش اللايك والشير وشكرا لكم والسلام عليكم. اشتركوا في القناة شكرا لكم